بيتقالي الكلام ده على اي اساس؟ انتو عايزين لازم تعملوا ازمة ببين الاهل والزمالك؟ يعني انا عايز افهم الناس انتو عايزين تعملوا ازمة العلاقات طيبة جدا ببين مجلس دارة الناديل يا راجل يا مؤمن ده اذا كنت مؤمن يعني وقعت تسليم الميداليات في بطولة السوبر اللي كانت بين الاهل والزمالك لقرة طايرة الانسات والواقعة الشهيرة اللي فيها رئيس الاتحاد المصر لقرة طايرة ما كانش بيسلم على اي لعبة ما بترتديش الميدالية ونفس الامر الاستاذ خالد مرتاجي طلع الاستاذ حسين لبيب او الكابتل حسين لبيب رئيس ناديل زمالك قال انا لما سألت قالولي ان كان فيه بروتوكول وكان فيه تعليمات من الاتحاد المصر لقرة طايرة اي لعبة مش هترتدي او مش هتلبس الميدالية مش هيتم مصافحتها عقب مراسم التتويج يعني رئيس ناديل زمالك كان بيدافع على موقف رئيس الاتحاد المصري وموقف الاستاذ خالد مرتاجي او المهندس خالد مرتاجي في هذه الوقع وبالتالي الناس كلها سكت محدش فتح بقه تاني ده بشهادة مين رئيس ناديل زمالك هو اللي طلع الدافع وقال الموقف وقتها ايه اصلا يعني معلش يعني مش بعد السنين والعمر ده كله هيجي واحد يعني انسان جاهل بهذه الامور يطلع يزايد على المهندس خالد مرتاجي ولنا هنا كمان في حل لفكرة لنا الدفاع عن واحد ليه تاريخ وباع طويل جدا في النادي الاهلي واحد ليه يعني اسس ومبادئ وتاريخ طويل من ايام ما كان موجود حتى الفريق عبد المحسن كامل مرتاجي رئيسا للنادي الاهلي في فترة من الفترات التاريخية داخل قلعة من احد قلعات الرياضة في مصر هتوصلون لمرحلة نحن ندفع كمان عن اسماء ورموز ليها دور كبير جدا في الرياضة المصرية وفي النادي الاهلي سواء الكابتل محمود الخطيب او حتى المهندس خالد مرتاجي او كل الاسماء اللي ممكن نتكلم عليها من رموز الرياضة المصرية او من رموز النادي الاهلي بس بنتطر نطلع لرد لان البعض بيحاول ياخدنا في كلام اساسا غير منطقي وكلام بعايز يؤدي الى تعصب رياضي في الشارع الرياضي المصري العلاقة بين الناديين على اعلى مستوى حتى العلاقة بين الاهلي والاتحاد السكندري وفي اوج العلاقات الطيبة والوطيدة ما بين الناديين البعض حب برضو يتكلم في تفاصيل غير صحيحة وغير سليم النادي الاهلي طلع بيان شكر فيه نادي الاتحاد ونادي الاتحاد رد على بيان النادي الاهلي وشكر النادي الاهلي يا جماعة الرياضة في النهاية مكسب وخصارة والرياضة الهدف منها التقارم ما بين الشعوب ما بالكم احنا في النهاية شعب واحد انتوا عايزين توصلوا الناس لإيه؟ ليه البرامج اللي بتطلع على السوشيال ميديا أو البرامج اللي بتبقى مدفوعة الأجر اللي بتأجر ساعتين واللي بتعمل سبونسر على السوشيال ميديا عشان مقاطع الفيديو تتشاف انتوا عايزين توصلوا الناس لإيه؟ وليه الناس دي محدش بيحسبها؟ ليه الناس دي محدش بيحسبها؟ اتكلمت على وقعة المؤنس خالد مرتاجة ما كانش موجود مبارح في مراسم التتويج لأنه هو ضمن البروتوكول مش هينفع يكون موجود في بروتوكول وفي رئيس للجنة المنظمة عضو مجلس دراف النادي الآن هو الموجود ولما اتكلمت على وقعة تسليم الميداليات وعدم المصفحة من رئيس الاتحاد المصري للقرى الطائرة أو المونتس خالد مرتاجي رئيس نادي الزمالك طالع هو اللي دافع وقال لك هتفي تعليمات اللي مش هيرتدي الميدالية مش هيتمه مصفحته سواء لرجال أو للسيدات يا جماعة خفوا شوية برضو النهاردة شايف بيانات كتيرة مضروبة على الأهل في البطولة الإفريقية وعلى فينا الإفريقية ومطش الزمالك ونهضة بركان نفس الكلام وأنتو يا جماعة في إيه؟ في يا جماعة ما تشتغلوا إعلام اشتغلوا إعلام أنا عارف إن النسبة اللي بتشتغل إعلام دلوقتي أو اللي هم مؤهلين للعمل الإعلامي ما تكملوش 3-4 على الساحة كلهم على فكرة لكن 10-21 كلهم عايزين ياخدوا نفس التريند بتاع الهجاص كفاية لأن الأمر ممكن يوصل لمرحلة محدش فيك وهاية تحملها وأنا عارف وقتها لقدر الله لما تحصل كرسى كلكم هتستخبط ينزلون تحت السرير حصلت من 2011 إلى 2012 ناس عملت أزمة ومشكلة مش عايزة أسترجع الأحداث من تاني ومن وقتها والله العظيم فيه ناس قاعدت سنتين 3 مستخبطة تحت السرير طلعت بعد كده ودلوقتي متصدر المشهد من تاني بس الأيام والزمن والتاريخ مش هيرحن حد بلاش تعصب جماهيري بين الأهل والزمالك العلاقة على المستوى الرسمي بين الناديين على أعلى مستوى التنافس مطلوب التنافس مطلوب وفي النهاية أنا شايف التنافس ده بيخدم مصالح الرياضة المصرية لما يبقى سوبر إفريقيا الكرة يدي أهل وزمالك لما يكون بإذن الله سوبر إفريقيا كرة قدم قريب إن شاء الله يبقى أهل وزمالك لما يكون نهاية إفريقيا للقرة الطيرة أو لليد أو حتى للسلة أهل وزمالك كل ده شيء إيجابي جدا افرحوا بالحاجات دي وفي النقل الاهل كسبان الف مبروك الاهل الخسران والزمان الكسبان مبروك وهارد لك للنادي الاهل نقفل ونشوف الغلاط فين ونبدأ نصلح على الفترة اللي جاي ده اول ملف